واحد هنا وفي كل مكان الحقيقة دايماً بيقول أن الأهلي خط أحمر هو تجربة لها طابع خاص لأن هي المتلق فيها والمشاهد فيها ومشجع النادي الأهلي هو مش مجرد متفرج هو جزء من الحدث هو جزء من البرنامج هو جزء من صناعة الحالة اللي دايماً بتشوفوها في الأهلي خط أحمر وعشان كده ومع كل تكريم ومع كل مرحلة البرنامج بيخطوها يمكن إحنا تجاوزنا الأربع سنوات معاكم ودي السنة الخمسة وإن شاء الله يكون موسم موفق للنادي الأهلي وبرنامج الأهلي خط أحمر ولكن مع وجود تكريم لبرنامج الأهلي خط أحمر أكيد محتاجين نشكركم محتاجين نقول لجمهور النادي الأهلي أن أي لحظة تكريم بنكون فيها بتكون أنتوا صناع الحدث وأنتوا صناع المشهد وأنتوا السبب الرئيسي كان تكريم لبرنامج الأهلي خط أحمر من مهرجان همسة دولي للأداب والفنون وكنا سعداء بالتواجد وبالتكريم وسط كوكبة من نجوم الفن والأدب والشاع وأيضا الرياضة يمكن أيضا التكريم شاهد تكريم كابتن حسين الشحات كأفضل لاعب وبرنامج الأهلي خط أحمر كأفضل برنامج رياضي الأستاذ فتحي الحصري كان القائم على المهرجان ويمكن حتى المهرجان حمل اسم الفنانة الكبيرة الأستاذة سهير المنشدي كحاملة للقب أو حاملة لإسم الدورة الحداشر من هذا المهرجان ويمكن التكريم كانت لحظات أسامة مختلفة أكيد طبعا بنشكر في قناة النادي الأهلي والنادي الأهلي وفريق العمل والإعداد يعني هم جنود معلومين وليسوا مجولين سواء الرضا أو شادي أو غمري أو حسام جمال أو حتى البروديوسر اللي معانا أحمد سمير ويمكن كانت لحظات مهمة وأعتقد الجميل فيها أن جمهور النادي الأهلي هو اللي دايما بيصنع الحدث وهو دايما اللي بيضع ثقةه فينا وإن شاء الله نكون دائما عند الثقة دي يا أسامة والله يا فرس طبعا يعني شيء بيسعيدنا جدا وطبعا شيء خاص ببرنامج الأهلي خط أحمر وخاص بقناة النادي الأهلي وتفاعل الجماهير مع البرنامج ده شيء بالتأكيد أنا بشوفه زي ما هو تكريم هو تكليف تكليف زي ما وعدناكم من أول حلقة هنا إن احنا هنكون صوت النادي الأهلي وقلت تحديدا الأهلي خط أحمر أمام جميع أبنائه يعني هنبدأ الأول بأبناء النادي الأهلي وبأننا هنبدأ بأبناء النادي الأهلي فبالتأكيد مش هنسمح لأي حد من خارج أبناء النادي الأهلي إن هو يتخطى الخط الأحمر يعني على قدر الإمكان حاولنا نكون على قدر وعدنا على مدار أربعة ودي السنة الخمسة ودايما يا رب معاكم فيه الأهلي خط أحمر فكان مهم جدا التأدير اللي جامل أصوات الجماهير على موقع همسة ومهرجان همسة هو مهرجان فني في المقام الأول ولكن أول مرة يدخل فيه الشيء الرياضي فيكون برنامج لأهلي خط أحمر هو أول برنامج يحصل في الدورة الحديقة 10 لمهرجان همسة على أفضل برنامج بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم وأيضا كابتن حسين الشحات أفضل لاعب في مصر شكرا لجماهير النادي الآلي ودايما وأبدا الشكر مصول ودايما بنقول جماهير النادي الآلي هي البصلة البصلة وهي رقم واحد في كل شيء إيجابي يتحقق في كل شيء مرتبط باسم النادي الآلي نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظننا حضراتكم طبعا بنشكر الجميع بنشكر من أتاحوا الفرصة لزهور هذا البرنامج بنشكر مجلس إدارة النادي الآلي بنشكر قناة النادي الآلي ودعمها للبرنامج طبعا بنشكر يعني شرقاء النجاح الحقيقة ممكن أي حد وأي برنامج يطلع يقول أنا عندي أقوى فريق إعداد في مصر لكن الواقع بيقول بدون مبلغة وبدون تحيز الحقيقة إن بالفعل فريق إعداد الآلي خط أحمر هم صناع حدث هم بالفعل أفضل فريق إعداد في برنامج رياضي كل الشكر شادي صبري رضا غانم أحمد الغمري حسام جمال طبعا يمكن فارس ذكر بروديوسر أحمد سمير معنا أيضا في بعض الأوقات بيكون في يسر عويس وفي هدية الفشاوي بنشكر الجميع لأن في النهاية البرنامج ده بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة أحمد أسامة محمد فارس ولكن وراه بالفعل ناس قادرة على أنها تصنع الحدث وقادرة أنها تضيف لأي برنامج يعني فارس طبعا لحظات جميلة جدا مش عايزين ناخد من وقت الجماهير أكتر من كده لكن بالتأكيد كان لازم نشكرهم طبعا يوسامة وأكيد شكر زي ما قلنا لكل منظومة النادي الأهلي وأكيد أيضا أحب أفتكر دكتور محمد العدل لأنه هو كان من الناس اللي كان لها دور كبير جدا وقتلت عشان التجربة دي تظهر على الهوى منذ أكثر من أربع سنوات فأكيد طبعا بشكره وهو بالنسبة لي بمثابة الأب الروح يعني فكل الشكر أيضا لدكتور محمد العدل وإدارة القناة المتواجدة حاليا اللي أيضا بتتيح دايما للأهل خطة أحمر أنه يكون موجود معاكم وبيوصل صوته وبيوصل رسالته شكرا